نرحب بضيفنا من العاصمة القاهرة دكتورة بشيرة عبدالفتاح مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتورة بشيرة مرحبا بك لماذا تتوغل الدبابات الاسرائيلية شرق رفح من الجانب الفلسطيني بعد موافقة حماس على الهدن تحية لك حسين ولكل مشاهدي قناة الغد في كل مكان اذا عدنا بالذاكرة لايام مضت نجد ان نتنياهو يضع عملية رفح في صدر اولوياته وكانت مبرراته اولا الاجهاز على اربعة كتائب للمقاومة الفلسطينية يعتبرها نواة لمعاودة مهاجمة اسرائيل وتكرار سيناريو طفان الاخصى او السابع من اكتوبر الامر الثاني استعادت الاسراء من دون الحاجة الى عقد صفقة للتبادل اي من خلال الضغط العسكري الامر الثالث وهو يترتب على الامرين السابقين وهو تحقيق ما يسمى بين قوسين النصر المطلق لان نتنياهو كان يبحث عن هذا النصر ووفقا لكارل كلاوس فيدز الخبير الاستراتيجي البروسي الاشهر تقيم وتقاس النتائج الحروب بتحقيق اهدافها السياسية بمعنى اذا كان للحرب اهداف سياسية وتحققت يكون الانتصار قد تحقق اما اذا لم تتحقق الاهداف السياسية من الحرب بغض النظر عن الخسائر والضحايا والقتل وجرائم الحرب تكون هذه الحرب قد شهدت هزيمة وليس انتصارا حتى الان نتنياهو لم يحقق الاهداف السياسية من الحرب وهي الاجهاز على المقاومة استعادة الاسراء تحقيق النصر المطلق وبالتالي هو يعتبر ان عملية رفح هي باقورة الانجاز العسكري الاسرائيلي كما ان الجناح المتشدد اليمين الديني المتطرف واحزاب الصهيونية الدينية في حكومته تعتبر ان عملية رفح ضرورية لاتمام العمل العسكري عموما في غزة وبالتالي كانت دائما عملية رفح ركن ركين في استراتيجية نتنياهو في الايام القليلة الماضية اعلن انه يمكن ان يرجع هذه العملية اذا ما تم التوصل الى صفقة واتفاق تهديئة مع الفلسطينيين ثم لحس وعوده وكلامه وتراجع بالامس القريب وقال ان عملية رفح سوف تتم بغض النظر تم الاتفاق على وقف اطلاق النار او لم يتم الاتفاق وكان ذلك بضغط من وزراء اليمين الديني المتطرف ايضا ما يعني ان عملية رفح كانت موجودة وتم الاتفاق عليها بالامس المجلس الوزراء الحربي المصغر وافق على اجراء عملية محدودة في رفح وهذا هو الجديد ليس عملية اجتياح بري شامل كما كان مخطط فيما مضى وانما عملية محدودة نوعية وذلك مخافة استفزاز القاهرة او اغضاب الولايات المتحدة علاوة على تجنب تداعيات سلبية كاستهداف جيش الاحتلال من الانفاق او الاكمنة او سقوط خسائر بشرية وسط قوات الاحتلال لذلك الترتيب الان لعملية محدودة نوعية خاطفة في شرق رفح نعم قلت انها عملية برية محدودة خاطفة في شرق رفح ولكن الى اين او الى متى يمكن ان تستمر هذه العملية هل ربما تستمر قبل ان ترد اسرائيل على الوسطاء في الهدنة لدينا مؤشران مهمان حسين يمكن ان يساعدان في الاجابة على هذا السؤال المؤشر الاول استمرار بقاء مدير المخابرات الامريكية السيد ويليام بيرنز حتى الان رغم يعني تعثر المفاوضات قبل ساعات قليلة مضت قبل ان تعلن حماس عن قبولها بالعرض المصري استمرار ويليام بيرنز في المنطقة وهو اهم مسؤول امني واستخباراتي في الولايات المتحدة يشي بان ادارة بايدن عازمة على حسم هذا الامر من خلال التوصل الى هدنة لا سيما بعدما اصبحت داخل الامريكي ملتهبا وفرضت القضية الفلسطينية نفسها بقوة على اجندة الانتخابات الامريكية المزمع اجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل الان الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة تتصاعد وتتفاقم وتخرج خارج الحرم الجامعي وتلتحم بحركة انكميتد او غير ملتزم وببعض الحركات المدنية الاخرى المناصرة للسود وغيرها لذلك يخشى الرئيس بايدن ان يفقد الصوت العربي والصوت المسلم واصوات الشباب الذين اعتمد عليهم للفوز بالولاية الرئاسية الاولى ومن ثم يريد ان ينهي المأساة في فلسطين قبل اجراء هذه الانتخابات ومن هنا يحاول بيرنز تقريب وجهات النظر من اجل التوصل الى هدنة المتغير الثاني المهم هو موافقة حركة حماس قبل ساعات قليلة مضت على العرض المصري هناك اعتقد ان نتنياهو لن يكون بمقدوره ان يوسع نطاق هذه العملية او يطيل امدها ما اتوقعه ان وليام بيرنز سيترك لنتنياهو بضعة ايام او ربما عدة ايام لا تزيد عن ثلاثة ايام يقوم فيها بعمليات داخل قطاع الشرقي من مدينة رفح من دون ان يقوم باكتياح بري شامل وفي هذا يضرب عصفورين بحجر واحد اولهما استرضاء اليمين الدين المتطرف الذي يهدد بالاستقالة وحل الحكومة اذا ما لم يقضي من نتنياهو على عملية رفح الامر الثاني يضغط على حركة حماس للقبول بالشروط الاسرائيلية وابداء مرونة وفي ذات الوقت يقنع الجناح المتشدد داخل اسرائيل بانه واصل واستكمل عملية اجتياح غزة برمتها طيب دكتورة بشيرة لماذا قال مسؤولنا اسرائيلي تبا لحماس بعد ان اعلنت الحركة موافقتها على هذه الهدنة حسب ما نقل موقع واينات الاسرائيلي اشكرك حسين على هذا السؤال تبا لحماس لاننا كنا نتوسم في حماس ان تبقي على موقفها وترفض العرض المصري ومن ثم يتم اجهاد محاولات التوصل الى هذه الهدنة كان نتنياهو يتمنى ذلك لدرجة انه كان يذهب ويجيء يطلق تصريحات ثم يطلق تصريحات مناقضة لها وكان يتمنى ان تظل حماس على موقفها الرافض والمتشدد حتى يبرر مواصلة عدوانه على الفلسطينيين سواء في الضفة او في مناحي متعددة من قطاع غزة ثم الشروع في عملية اجتياح رفح لكن بموافقة حماس على المشروع المصري بذلك تكون احرجت نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي المصغر في اسرائيل لان حماس كانت تصور على انها العقبة الكأود امام التوصل الى هدنة حتى ان بلينكين حينما فشل في الضغط على نتنياهو اتفق معه على تحميل حماس المسئولية وقبل ان يعود ادراجه الى الولايات المتحدة بعد جولته السابعة الفاشلة في المنطقة اعلن بلينكين بان حماسي المسئول عن تعطيل الصفقة وكذلك كان يعلن نتنياهو رغم انه هو المسئول الاول بسبب تعنته وتشدده وتراجعه في مواقفه ومن ثم حينما وفقت حماس وضعت حكومة نتنياهو في موقف صعب للغاية اذا ما لم يستجب ويتجاوب ويتقارب ويعلن موافقته وهو الاخر يكون بذلك هو الذي يعطل الصفقة وليس حماس ويكون بذلك من دعاة الحرب والعدوان والقتل وجرائم الحرب اما اذا انصاعة ووافقة سيصطدم باحزاب اليمين الديني المتطرف التي ترفض التوقيع على الهدنة وترفض الانسحاب وترفض العدول عن تنفيذ عملية رفع لذلك كان تعبير تبا لحماس انها وضعتنا في موقف حرج للغاية لن نستطيع ان نرضي كل الاطراف سواء في الداخل الامريكي او ادارة بايدن او المجتمع الدولي الذي يباشر الضغوط وكذلك اسر الاسرائيليين الذين يكثفون احتجاجاتهم ضد نتنياهو ويطالبونه بالاستجابة للمبادرات المصرية والتوقيع على الهدنة كيف سيكون الموقف الامريكي اذا رفضت اسرائيل هذه الصفقة مع العلم بان ويليام بيرنز مدير عام وكالة المخابرات المركزية الامريكية هو مشارك ومنخرط في هذه المقاوضات اطلقت ادارة بايدن العاجزة عن ان تفرض ارادتها على نتنياهو منذ سبعة اشهر اشارة مهمة بالامس حينما علقت صفقة لتصدير الاسلحة والذخيرة الى اسرائيل وارجعت سبب الارجاء الى اولا اصرار نتنياهو على مباشرة عملية رفح الامر الثاني غياب المرونة في الموقف الاسرائيلي من مفاوضات الهدنة وكان في هذا الموقف اشارة الى نتنياهو بان هناك احتمالات لتغير وتبدل الموقف الامريكي من العدوان الاسرائيل الخامس الحالي على قطاع غزة حالة تمسك نتنياهو بمواقفه وعدم التعاون مع الامريكيين والمصريين والقطريين من اجل التوصل الى اتفاق هدنة باعتقادي ان هذا ياشي طبعا الولايات المتحدة هي حليف استراتيجي لاسرائيل وهي ملتزمة اخلاقيا واستراتيجيا بمواصلة دعم اسرائيل لكن اذا ما وصل الامر الى احراج ادارة بايدن وتهديد فرص الرئيس الامريكي في الفوز بولاية رئاسية ثانية بسبب ما يقترفه جيش الاحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين شهد بها العالم اجمع وقررتها الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية علاوة على مؤسسات اهلية دولية معنية بهذا الامر كل هذا يكثف الضغوط على بايدن ويضعف فرصه في الفوز ونحن الآن نشاهد ما يجري في الجامعات الامريكية والذي انتخل كالنار للهاشيم عبر الاطلسي ليصل الى عواصم اوروبية ايضا كل ذلك يجعل نتنياهو يتجاوز الخطوط الحمر وهو الادرار بالمصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة تشويه صورتها عالميا الادرار بعلاقاتها بحلفائها في المنطقة التأثير على امن الطاقة العالمي التأثير على سلاسل الانتاج والتوريد وامن الملاحة بسبب ما يقوم به الحوثي في البحر الاحمر والمحيط الهندي وخليج عدن جراءة ما يحدث في غزة وبالتالي على الولايات المتحدة ان ترسم خطا احمر لنتنياهو لا يتجاوزه وإلا كانت هناك اجراءات عقبية على سبيل المثال تعليق صادرات السلاح التوقف عن استخدام حق الفيتو كغطاء سياسي لجرائم نتنياهو داخل مجلس الامن الدولي وربما ايضا محاولة التأثير في الداخل الاسرائيلي للتخلص من نتنياهو سياسيا وكان هناك تلميحات امريكية قبل ذلك بان رحيل نتنياهو من رئاسة الحكومة سيساعد كثيرا على تهديئة الاوضاع في الشرق الاوسط ببعي